هاي الاربوتس ولا عليها لوجو ولا عليها الشي ابدا ولكن اي حد اذا بيشوفها من 100 متر بيعفنها الى الابل غيرها بتاخدها مثلا بـ 20 دولار ولكن ابل عم بيعك هيها بـ 300 انا بايشي بدي اعمله سواء كنت موظف او لا طبعا ما بنصحك تكون موظف اكيد ولكن ان شاء الله اذا كنت موظف انك انت تنتقل اهلوس انا فيك بالحلقة الاولى من ايكم كاست عملت هذا البرنامج الصغير عبارة عن بودكاست نحكي فيه انا وانت عم فيه سر كتير مهم لازم تعرفوا مستحيل انك انت تتابع شي معين او انت عم تلحق او تدور او تبحث عن شي معين الا انت يكون عندك شغف كتير فيه فانا بحب طمنك بما انك انت حابب انك تتعلم حابب انك تشوف قنوات التطوير ذات حابب انك تشوف قنوات العلاقة بالبزنس فانا ببشرك انت بداية اكيد انت بالمكان الصح لانه انا قبل كنت بهذا المكان اشخاص صغيري يوصلوا كانوا بهذا المكان فمبروك حقيقي مبروك انك انت بالفعل شخص حابب انك انت تتعلم هلا طالما انت نوجهت عندك الشغف فيه شي مهم جدا لازم يكون موجود عندك هو الاصرار ليك لقلك شغلية انا واي شخص تاني يوصل وانت اكيد واحد منهم لازم يكون عندك اصرار على شي مستحيل تخلي شي يفلت منك لازم انا اليوم اذا بدي اوصل لمحل معين انا اتضل ورا هذا المكان لحتى انا اوصل لو بدي اوصل ماشي بما انك انت موجود بالمكان الصح بما انك انت عم تتعلم كل يوم عم تابع فيديوز عم تطبق احتمال تكون بلشت قبل المرة احتمال لسه ما بلشت وخايف احتمال لسه انت متردد بدياك بكل الاحوال تنسف كل هاي الاشياء حتى لو ما كان معك رأسما لابدا لانه لقلك شغل بمجرد ما انت تاخد قرار انك انت تبدأ بشي معين وتستمر يعني بدي منك انت بكل الاحوال تاخد قرار انه انا هابدأ بهذا البزنس ولكن انا اي شي حيصير معي على الطريق سواء اني وقعت اول مرة اتسكر متجري موصلت لمنتج رابع بدي استمر لانه انا وشخص تاني وتالت ورابع عملنا نفس الشيء الكورس اللي احنا عملناه تسع ساعات بشكل كامل انا وقت لي عملت التحدي انا ما كان عندي علم ابدا انا كم مبيع هطلع انا عملته تحدي وما جبت اصلا موصلت للعشر مبيعات جبت تسع مبيعات تمام فالفكرة انه لا انا ولا اي حدا تاني بيكون بيعرف اذا كان هذا المنتج رابع مليون مية لا حتى نجرب فيه استراتيجيز فيه نقاط معينة فيه اسباب لازم تداخدها اللي هي المنتج الناجح المتجر الرائع التسويق الرائع الاعلان خطتك الاعلانية يجي مو مستدف يعني هي مثل عبارة عن لوحة بزل اوكي انت لازم تتركب هاي البزل كلياتها لحتى انت توصل مكان بيك اكيد انت ما هتوصل اول مرة حتى ما يكون صعب حتى ما توصل فورا الاول مرة انت تكون عن جد انت بيرفكت طبعا فيه ناس كتير صار معهم هذا الشي فيه ناس منهم منطلاب وفيه ناس منهم حتى منهم تابعين القناة عملوا متجر وعملوا نتائج من المنتج الاول فليش لو انتك ما يصير معك نفس الشي هل يا ترى انت شخص بدك تبدأ اليوم هل من اعتبارا من بكرة وبعد بكرة انت تصير مليونير اكيد لا اذا انت عملت مايندسيت صح عملت ريستارت يعني احنا هلأ بدنا بهذا البودكاست بدنا احنا نحاول ان احنا نعمل اعادة برمجة للعاقل تبعنا اوكي يعني لازم اول شغلة تفكرها انك انت كيف انت تبلش تتصرف وتفكر نفس الاشخاص اللي هنا اريدي بالمجال تبعك او انت للمكان انت حابب تواصله انا حابب ان انا كون مثلا مثلك مثلا دير عدد بزنزز وحابب ان انا كون عندي عدد متاجر وحابب يكون عندي تيم وحابب ان انا بلش طلع اول الف لتلاف عشتلاف مئة الف ببساطة انا حابب اشرك هلا انك انت اكيد حتوصل ولكن هذا الشي سهل جدا اكيد لا هذا الشي بياخد وقت تعب جهد شو الحل محمد انا لحتى ابدأ بالدروب شبينج وانا ما معي رأسمال ابدا قدامك طريقين الطريق الاول او انك انت تلاقي عمل وتخلي هذا العمل عمل جانبي تبلش فيه بالسفت سايد يعني اوكي انا عندي عم يجيني راتب وانا متعلم بنفس الوقت وعم اتطور شوي شوي بطلع بالموضوع بشكل تدرج لازم يكون فيه تدرج باي هذا البروزيس خاصة البروزيس اللي انت حابب انك انت وهاي الخطوات اوكي خلين بسط لك يا اكتر الخطوات اللي انت حتمشي بهذا البزنز انك انت تطلع من اول درجة وتوصل للدرجة رقمية بداية وحده هذا الشي صعب جدا بياخد يوم يومين ثلاثة يمكن ياخد شهر يمكن ياخد سن منك فالشي بداية اللي انا بدي اوصل لك الفكرة انه هو صعب ولكن المتعة والكنز بالرحلة شو يعني هذا الكلام محمد يعني بدي اياكي تكون مستمتع بكل احوال بهذا البزنز اللي انت عم تمشي فيه ليش لانه هذا البزنز غير البزنز الثانيين اللي هو العلاق بانك كنت تشتغل مع امازون ف بي اي لانه انت ببساطة تخليت عن وظيفتك وروحت توظفت عند الامازون شو يعني محمد بس انا صاحب اللي بضاعي كيف انا عم موصف عند الامازون ولكن انا صاحب اللي بضاعي كيف ضبطت معك هاي نعم لانه الامازون كل يوم هيطلع لك ببوليسيز جديدة هيبعت لك كل يوم انه نحنا عدلنا القرارة وانت ما فيك تعمل هيك وانت ما فيك تسوي هيك ومستحيل توصل لعميل ايميل عميل واحد من الامازون مستحيل كل المعلومات مشفرة ليش لانه انت ما بيحقلك اساسا انك انت تشوف احد هاي يعني الشغلات اللي علاقة بهذا العميل مثال انا عطيتك الامازون ليش الامازون لانه اقرب يعني خلينقول اقرب بزنز بالنسي اللي هنا اوك لبس محمد انا عطينا الافيليت ماركتنج نفس الشي انت عم تسوي صح هم تطلع يمكن بلاش تطلع ارباح بلاش تعمل وما بلزم كتير اسمال ولكن كمان بالنهاية انت عم تشتغل لصالح شخص اخر انت ما عم تشتغل للك اوك يعني هذا البرند هو ماله للك بالنهاية يعني اليوم بعت ما بعت البرند اريدي ماشي اريدي عنده ارباح جبت انت ارباح اخدت عليها عشرين مئة ما جبت they don't care بكل احوال هن نشغالين تمام فهي النقطة لازم تخليه ببالك قلت لي محمد بس دروب شبنج يعني اوك وبعدين انا بدي اتضل طول عمري اشتغلوا دروب شبنج لا دروب شبنج هو بس او الخطوة الاولى هو بس اول درجة الدرجة التانية عندك البراندينج وبعد انت حتنتقل وتعمل شي اسمه 3PL اللي هو ثري بارت يعني انت اعطيك مثال نحنا بلاشنا بي اخينا نرجع للمسال تبعنا هذا تبع اليربوتس ننفض هاي اليربوتس انا عملت لا تستنج بلاشت اعمل ارباح وعملنا سكيلنج وعملنا عم منصة تانية تعمل مع انفل بلاش نطلع مبيعات الامور كله تمام اوكي يعني الكل شي رائع صار هل يا ترى انا حضل طول الوقت نجيب نفس هذا المنتج بكرا حيصير عشرة تانين حيبيعوا نفس هذا المنتج ويمكن اقل منك ومتجر احلى منك خلاص انت اطلعت برات الموضوع شو الحل الحل هو البراندينج اوكي شو البراندينج محمد يعني ببساطة انا هذا المنتج بدل ما هو يكون نفس لون الاشخاص تانين نفس كل شي موجود عند الاشخاص تانين نفس اللون نفس الحجم نفس كل ببساطة انا فين يخلي كل شي نفسه ولكن حط البراندينج تبعي اللي حط اللوغو تبعي بعمل كستومايز باكيجينج اوكي يعني اي شخص طبيعي فيه هو تلي شوف منتج عليه اللوغو ومعمول كستومايز باكيجينج والسيرفز تبعه رائعة والمتجر معمول مثل براند ستور فاكيد هيدرق متاجر دروب شبر وهيركود لعندك تواصل مع ايجنت احتمال انت تعمل مع وديل يحط المنتجات تبعك بالويرهاوس تبع احتمال تشتر مع ايجنت اوكي عنده اوريدي ويرهاوس بيوروب او بامريكا او بكندا او باليوكي وتاخد انت البضاعة تبعك وتحطها عنده طبعا ميك شور انت لما تحط البضاعة عند هذا الاجنت اكيد هو هيحط هاي البضاعة عنده فور فري ليش لانه انت اوريدي عم تبيع عن طريقه فهو عم يعمل لك الفور باكنينج عم يعمل يعني عم يبعث البضاعة ويغلفه ويبعث العميل فهو عم ياخد اتعابه فاوريدي ما هياخد منك طبع هاي معلومة رائعة جدا انت هلا عرفتك هم ابتدأ بتمنى انك كده توصل لهي المرحلة اكيد عم نحكي انا وانت هيك يعني خلي نقول بي قاعدة انا وانت سوا عم نحكي عن هاي الشغلات كلها بس الفكرة بنرجع لسورس للمصدر هو كل شي بيك من هون اذا انا عرفت انا كيف انا سيطر على عقلي اني انا خلي ركز بس على هذا البزنس وكيف فيني انا برمجه اول شغل لازم تعرفه لحتى انت تعمل سيت اوب جديد للمينزت تبعك التكرار هذا اول شغل انت لازم تعمله شو يعني محمد التكرار شو بدي كرر تكرر انت تتعلم المجالات اللي انت حاب انك تكون فيها مثلا اعطيك مثال البزنس تبعنا الدروب شميك اوكي انا حضرت فيديو اوكي تعلمت ولكن هل ترسخد الفكرة لا يعني احتمال بعد ثلاث ايام تنسى كل شي انت تعلمته شو الحل الحل انه انا اعيد الفيديوز اكتر من مرة لحتى انا اتشرب الموضوع اكتر او انا فيني احضرة وانا سجل عندي وراجع بشكل يومي الشغلات اللي انا تعلمت من هذا الفيديو اوكي اغلب الناس بتعتبر انه اوكي طالما الشي محطو على اليوتيوب فاكيد شي ما له قيمة ما في فاليو فاوكي كيف انا كسرت لك هاي القاعدة ازا بتروح على كورسة تسع ساعات وبتقرأ الكمنتز الناس اللي كاتبين في ناس اخدت كورسات بألافة دولارات نص القيمة اللي موجودة بالتسع ساعات اللي انا حطيتها نص القيمة ملوه فلزلك انا بوعدك لما انت ازا انت كنت متابع اولادي الكورس تبع تسع ساعات او انت لسه ما تبعته فالنصيحة حتى لو انت تبعته رجعتها بمرة تاني لانه القيمة قوية جدا لي لانه انا استخدمت طول ما ستنتهي بعد يوم ويومين وشهر ولا سنة ولا سنتين يعني هذا الكورس اذا انت بترجع له بالالفين وخمسة وعشرين هتتعلم منه واذا بتطبق كمان حطوصة ليش لانه الاستراتيجيز المحطوطة فيها مالا موجودة هي مالا اوريدي يعني شيء قديم كتير يعني مثال اعطيك مثال للاسف لحد الان في كتير ناس بتحكي عن دروب شابينج وبيحكوا بطريقة انه او بيعطوك استراتيجيز هي اوريدي قديمة من الفين وستطعاش والفين وسبتعاش او بيحكو لك انه اوكي هلا احسن طريقة لحتى انت تبدأ انك انت تبدأ عن طريق العلي اكس بريس اوكي هلا انا اذا انت المورد اخدت منه الرسالة الاحترافية الموجودة اوريدي على التيلجرام عندي وتواصلت معه وعملت معه ديل وقدرت انك انت اتحل هذا الموضوع بشكل سريع بيرفكت رائع جدا ليش لانه هي املك شحن سريع بالكواليتي رائع جدا ولكن اذا انا شخص مبتدأ وسمعت مسلا من شخص عم يقول اوكي بتلاقي المنتج ونروح بنسحب وعلى المتجر ونسوق له وناخد المنتج مثال بدولار ونبيعه بعشرة دولار مثلا اوكي وخلاص هاي هذا هو الدولبش منك اوكي ولكن شو مشيان الاربعين وخمسين وستين يوم فتت شحن ريفوند تسكر السترائب تسكر البيبل خلاص انتهت للدنيا اوكي اوكي انا اقطع علاقتي بالمحيط الحوالي اكيد نعم لانه انت اليوم انا بدي اوصل لمكان انا بسكر على حالي وبعد وبتعلم هذا الشي بقول يالله بكرة بتعلم بعد بكرة الشهر الجاي لا لانه الوقت اللي انت عم تأجل في ميت شخص صغيرك اجي واخد مكانك واستمر ووصل وانت لسه قاعد عم تفكر او عم تنطر ليجي تجي تصير شيء معجزة تصير بالنسبة لك فهذا ما له عزر ابدا انك انت تقعد وتستنى شيء يصير او يمكن حدا يمكن تطلع على شيء شغل لا كورس تسع ساعات انا ما حقلك طول اكتر من 24 ل 72 ساعة احتمال ووصل معدل اليديتنج بس تصوير لانه مثل ما شفت انت الكورس اخد فترة يعني اخد يعني اوقات متقطعة ولكن هلأ اخينا اخذ مثال على الكورس هل يترى انا قبل ما اعمل هذا الكورس قلت اوكي لا اذا الموضوع هياخد وقت طويل انا ما هعمل الكورس اكيد لا انا من اول يوم قبل ما اكتوب سكريبت قبل ما اعمل اي شيء انا وقت اللي قررت ان انا اعمل الكورس انا قررت انه انا ابدأ فيه وما كل ونمل لحتى خلصوا طلعوا باحسن صورة هذا كان الهدف تبعي كان الهدف النية تبعي بالكورس انه انا اعمل احسن شيء فيه كل الناس الموجودين سواء بالوطن العربي سواء باوروبا سواء بامريكا سكره انا وقت اللي حطيت هذا الجهد كان قدامي طريعين اول الشيء الطريع الاول انه انا اوكي اعمل اي شيء اي معلومات وخلاص انا المهم اعمل هذا الكورس وينتهي او انه انا لأ احط فيه قيمة واعمل بروف اعمل دليل اوكي وكل اللي قال يجده ما بتعمل هذا الشيء انه هو يعمل لك كورس ويعمل لك دليل شو يعني محمد انت شو الدليل اللي عملته يعني نحن انطلقنا من الصفر اخدنا المعلومات وطبقنا هاي المعلومات اعملنا متجر لدينا منتج رابح اعملنا اعلانات لدينا فيديو اعملنا اعلانات على التيك توك وكان التحدي انه انا اجيب عشر مبعدة اليوم للأسف اجيب التسعة ولكن انا بالنسبة لي اعتبر منتصر لانه الشيء اللي عملناه بيوم واحد بس يعني الفكرة ان الداتا اليوم الاول صعب جدا انه هي تعرف يعني التيك توك صعب جدا يعرف من اليوم الاول بيكسل تعرف مين الجمهور تبعك لو هي عارفك كان حتجيب على الاقل من خمسة عشر ل 18 شهر مبيع. ليش? لانه انا كنت حاطت بجت كنت عامل اعلانات حلوة كوبي رايتنج حلو متجر حلو انت كله شفت هذا الشيء كلياته ولكن اليوم الاول اكيد كان حيصعب على التيك توك انه يعرف احتمال يكون بيوتي احتمال يكون فهو شو بيعمل حيورجي لكل الناس معينين هنا قريدي يعني شاريه من قبل التيك توك ولكن حيبلش شوي شوي يجمع معلومات يجمع معلومات لحتيعرف من هدول الناس. اليوم الاول حيكون صعب. اليوم الثاني حيكون اكتر بالاخص ازا صار فيه اعمليات تحويل وبيع لهذا المتجر في وضعه صار سهل. يعني لو اوصل لك يا الستيبس لاني انا لاقي منتج لاني انا اعمل اه انا عارف هذا الشيء ليش? لانه هذا الشيء مكرر بالنسبة لي. يعني مثلا لما تلاقي اعطيك مثال مثلا اوكي ممكن ان شاء الله انت حتوصل اول مليون ولكن هعطيك انا من خبرتي ومن تجربتي المليون الاول يمكن انه اصعب شيء كنت تعالو بحياتك ولكن مليونتين هو اسهل الشيء ممكن ليش? لانك انت عارف الستيبس مثلا خلينا ناخد مثال على المتجر هذا اللي احنا عملنا بالكورس. المتجر اللي عملنا بالكورس انا حطيت ما حطيت تحدي ثلاث مبيعات ولا خمسين مبيع لا انا كنت عارف انه هيكون المتوسط للمبيعات من بين السبع مبيعات للثلاث عشر مبيعات. اوكي بشكل متوسط. اوكي شو المتوسط لهذا الرقم هو عشرة. تمام? فانا عملت التحدي عشر مبيعات باليوم. اوكي? وانا قلت اوكي حنحط البوجيت ميت دولار. وعلى اساس هي الميت دولار كل مبيعات تاخد عشرة. تمام? ولكن كنت ما شف انت صار فيه حوالي خمسة وسبعين باوند. وجبنا مبيعات حوالي ميتين وعشرين باوند باعتقا تقريبا. وكان يعني البروفيت رائع جدا. فالفكرة انه انا طلعت لك منتج رائع. والاهم من هذا كله بما انه شخص عامل متاجر وعامل مبيعات عامل هذا الشيء قدامي. فانا اهم شيء لازم عمله انه انا لازم كرر هاي العملية. كرره هون. بل شوف اوكي بحامل شو عمله هون. على فكرة لما انت تتابع شغلة مرة واحدة فيه شغلات تغفل عنك. تنتبه انت احتمال انت مثلا تابع فيديو تجعب تحضر مرتين فانا انا بحاس حالي ان اول مرة سمعت هاي الشغلة اول مرة شايف هاي الشغلة. فهذا التكرار اللي بيخليك انك تستفيد انك انت تتعلم بشكل افضل. فهي اللي ستيبس اللي انا عملتها. ازا انت بتتعلمها ولكن مو كوبي بيست. اوكي? يعني انت هلها تعمل كوبي بيست اكي احتمال تنجح ولكن احتمال اكبر انك انت ما تنجح. ليش? يعني مثلا مية وعشرين الف شخص حضر هذا الكورس. خلينا نقول عدد واحد بالمية بس اللي اخد اكشن وعمل كوبي بيست. فتصور العدد اللي هيكون موجود عم يبيعوا نفس هذا المنتج تمام? فالبدي اعمل انك انك انت تتعلم الطريقة ولكن تعملها بطريقتك. اوكي? تخلي في بصمة عندك. دائما حيكون في عندك بصمة بشي انت حابب تعمله تتميز فيه. ما في برند نجح بالعالم كله هو كان كوبي بيست عن شي تاني. اوكي? يمكن اخذ افكار. يمكن اعمل شي قريب ولكن طلع بشي منفرد. هي بده وصل لك. يعني كلمة منفرد بعدها هي اقرب كلمة يمكن توصل لك. المعنى اللي انا حابب وصل لك. فاذا انت بدك تعمل كوبي بيست لصور علي اكسبريس. وانت بدك تعمل كوبي بيست للمنافس تبعك المتجر من الاول الاخر. وانت بدك تعمل كوبي بيست بمثلا متجر شكل متجر او كل الاشخاص عنه نفس الشكل. فالموضوع هيكون معقد بالنسبة لك. هيصرف 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 عندك استهلاك وقت وتعب وجهد ومال وكل شي. فبس لما انت من البداية اوكي تاخد هاي الصور. تعدل عليها. تطلع بشكل محترف اكتر. تحاول ان كدت الاعلانات تبعك تقطعها وتعمل متل ما انا علمتك بالكورس كيف هي كدت هاي الاعلانات حتى هي اريدي لو كانت معمولة ولكن كيف تقطعها وتعملها بشكل احترافي اكتر تعملها اهتم بالوان متجر تبعك تطلع من سياسة الكوبي بيست بالنسبة للاشخاص اللي بيعملوا مثلا كل المتاجر تبعهم مثلا بينك وابيض مثلا بالنسبة للبيوتي بس انت طلعت برات هاي المنظومة او طلعت خلاص فكرت بشي خارج الصندوق اللي هني عم فكره فيه فصدقني اول شي هتكون انت خينقول نسبة نجاحك السرع بكتير منهم الشغلة التانية النتائج دبعك هتكون مختلفة عن النتائج دبعهم تمام هاد الشي اندي وصل لك اياه فلما انا اليوم ابني مينسيت صح من البداية وتعلم من اشخاص صح حتى لو ما كان معي رأس مال ابدأ اتعلم واعمل متجر اوكي اليوم شوف اعملك ثلاثة دولار لثلاث شهور يعني هذا الشي بحياته ما اصار اوكي يعني انت ثلاثة شهور استثمرون بنفسك انك انت تتعلم كيف تعمل متجر او مثلا فيك انت مسلا تستثمر بواحد دولار بالادات بي بي اتس مثلا لثلاثة ايام لحتى انت بتاخد فكرة عن ال 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 هنا اعملك شي مدفوع طبعا في شي اكيد كمان في شي انت فيك تتعلم ببلاش كيف تطلع منتجات عن طريق الامازون الفيديو السابق فيك انت تروح وتحضرها لا فالفكرة دائما اوكي هل يترى كل شي مدفوع لا 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 هل يترى كل شي مجاني اكيد لا هم في شغلات مدفوعة هم في شغلات مجانية انا على حسب امكانياتي ببدأ انا امكانياتي صفر ليش لا انا بروح بتعلم ببلاش بروح بشوف اليوتيوب بروح بشوف طرق المجانية للبحث عن متجة بروح بشوف باخد مثلا بس ثلاثة دولار لاني انا اعمل متجر شو بفاي ثلاثة شور دائما في خيارات اوكي انا معي رأس مال لا خلاص انا بدي اعمل شي اسمه الشورت كات تمام اوكي محمد انا حابب مثلا اعمل تدريب حامل ان انا اتدرب حابب ان انا ااخد كوتشينج او مثلا حابب ان انا معي رأس مال شفت الكورس بروح انا بتعلم الكورس بتطبق بالكورس اترى شو الفكرة الفكرة كل الامكانيات موجودة حاببت التعلم بولاش موجود حاببت التعلم بمصاري اكيد موجود ولكن الفكرة الماينسيت للأسف اللي هو كوبي بيست عند اغلب البيجنرز انا كنت واحد منن ان اوكي اه بلكي انا حطيت الميت دولار وخسرتها وحتدمر بلكي انا هذا المنتج جربته وفشل بلكي مسلا المعلومات اللي انا اخدتها مالا صح بلكي مسلا انا اه هذا البزنس ماله منيح منزل ليك للك شغلي لحتى انت تعرف جواب اي سؤال لازم انت تجرب تمام اوكي في كتير ناس تكتب اوكي محمد الدروب شيفينج فاشل اوكي صح فاشل بالنسبة للك جربت مرة ومرتين بما انك انت اخدت طرق غلط وتعلمت اشخاص غلط اكيد فاشل ولكن هل يترى بدي اسألك لو قلنا الدروب شيفينج فاشل هل يترى فيه ايجنس بالصين عم طلعوا مليونز بالشهر بس من وراء بيع المنتجات العليكس بريس اذا انت فاكر انه العليكس بريس هو قائم بس على الناس اللي تجي من روسيا واوكرانيا بيشتروا منتجات او من اوروبا فتكون غلطان بتلاقي هلأ اغلب الموردين بكتولك انه اذا انت دروب شيفينج تواصل معنا فالموضوع اكبر بكتير اكبر بكتير دروب شيفينج يعني القاعدة الجمالية تبعه اكبر بمئة مرء ليش لانك انت اول شي عم تظهر بمتجرك اس البراند يعني انت عم تبيع منتج بمتجرك اوكي ما عم تبيع على امازون ولا عم تبيع بمكان تاني انت عم تبيع بمتجرك يعني انت هون يعني مثلا بس قلنا امازون شاينا الباع الصيني كيف محمد اعطينا بروف على حكيك روح الى اكتوب امازون دوت كوم وبعد ان تشوف منتج انزل لتحت فبتلاقي اسئلة وين ان صنع هذا المنتج ميد ان شاينا فبكتبوا بيجاوب الباع فعرفت شو ليش لان بدي اسمعوا هل هذا الباع الصيني اوكي وطبعا في ناس كتير تنبسط لانه الباع الصيني لانه الباع الصيني هاي الاطعة مثلا مكلفتك انت بدك تجيبه على الامازون ب 9 دولار هو ببيعه ب 3 دولار ببيع على امازون ب 3 دولار تصور انت جايبه بدك تبيعه 9 دولار بدك تبيعه مثلا ب 20 هو ببيعه ب 5 دولار بتاع فليش لانه ببساطة غير انه بيعرف المصدر تبع هاي الاطعة هن في عندهم يعني اغلب بالامازون بيشتروا كمان في هن المعامل صارت هي نفسه تروح بي على امازون عرف شو الفكرة كيف دي يتأكد محمد وكل همك صاح بتلاقي من بالتايتلز ومن البوليت بوينز اللي كاتبينا بلغة انجليزية ركيكي تمام انا كنت قابل بهذا المجال انا عارف عن شو عم احكي معك بالزبط يعني انا بالنسبة للي الامازون الامازون او انت تروح تفتح بي اوكي مثلا هلا انت امت بتعتبر فرصة كبيرة بالنسبة للك انك انت تبدأ بامازون اف بي اي اذا انت كان الامازون جديد ببلدك او الكمبيتشن او الصينيين مالهم واسطين على البلد تبعك فانت هتكون باروع يعني هتكون بداية رائعة جدا غير هيك تلي انا اروح بيع بامريكا حاليا اوكي انك في حد يلي اوكي محمد بس انا بالالفين وست عش عملت بروفيت صح مظبوط ولكن هلا اذا انت بدك تبدأ بالامازون اف بي اي على الاقل على الاقل بدك ما يتروح بين 3000 ل 5000 دولار شو هل يترى انا هذو بلي جيبه لأ لحظه شوي انت جبت المنتج ولكن لسه ما بعته يعني احتمال انت اوكي هذا المنتج يبيع احتمال لا اوكي محمد باع خلاص انتهت ولكن نحن هون نحن عم نعمل تست لهذا المنتج احتمال نحن نحط هذا المنتج على المتجر تبعنا ونبلش نحن نبيع هذا المنتج يوم يومين ما باع المنتج خلاص نحن نسكر صفحة المنتج مش نلاقي منتج تاني ممكن نحن صرفنا 50 دولار اوكي اعلانات لا نفرض ولكن هل نحن خسرنا الستوك جيبنا 1000 قطعة وراح علينا لا لا نحن نحن مخصرنا الشي ابدا خلاص نحن نحن جربنا حظنا بهذا المنتج وما طلعناش عم نشوف منتج داني بس خسارة ما في خسارة دولار وعشرين دولار وخمسين دولار هاي مالا خسارة هدا اسمه انفستمنت انتي عم تستسمر اوكي انت عم تستسمر بشي لحتى تشوفه هل هو ناجح او لانت استسمر بهذا المنتج هل هو ناجح أو لا يمكن أنت جربت بمنتج وخسرت 20, 30, 50 دولار 100 دولار ولكن أنت تتجرب منتج داني ويربع الخسارة كلها 100 دولار اللي انت خسرتها بـ 3 و 4 منتجات احتمال من يوم واحد من منتج وتطلع وهذا الشي مسبت بالكورس اللي أنا عملته المنتج اللي احنا بعناه طلع أكثر من 100 باوند ما يعادل 120 دولار تقريبا 100 باوند فلا تفكر بالخسارة ولا تفكر بالربح فكر أنك تتعطي قيمة هل هو الكلام هون هل هو البودكاست حيتغيل شي عميق جدا فكر أنك أنت تتعطي قيمة كيف محمد يعني هده قيمة يعني يدوصل لك ياه وعن جد هاي النقطة زي أنت بتفهمها بالنسبة لي أي بزنس اللي بتغل فيه حتنجح أي شي بحياتك أنت حتعمله حتنجح ليش القيمة مثلا اليوم أنا هذا البودكاست عم أعمله أنا هذا البودكاست أنا قبل ما أطلع وأحكي وشغل الكاميرا وشغل الصوت وكل شي أنا حطيتني أنا أوكي اليوم طالع قيمة أوكي فصعب جدا أنا يجيني مردود لو أنا ما أعطيت قيمة كتير كبيرة أكبر من المردود اللي أنا يجيني شو محمد ما أعطيت هذا الكلام يعني أعطيك مثال نرجع لنفس القطع هاي اللي عندنا خينا آخر شافت أول حتى بأنه إحنا قاعدين قاعدهم ما في ولا أديتينج ولا في شي بأنه هذا المنتج تبعنا نحن بدنا نبيعه أول شغلة بدنا نفكر طبعا بعدما نحن نعرف مين جم هو مستهدف بعدما نحن نبيل متجر ولكن بدك تسأل نفسك سؤال هل يترى هذا المنتج لنفضه أنت عم تبيعه بـ 20 دولار هل يترى القيمة تبعه اللي أنت عم تقدمه أكبر من 20 دولار أو لا شو يعني محمد هذا الكلام يعني أنا اليوم حطيت هذا المنتج بـ 20 دولار تمام أوكي أول شغلة لازم تأكد أنا أنه بالفعل القيمة اللي أنا قدمتها الخدمة اللي حيخدمها هذا المنتج للعميل أكبر بكتير من 20 دولار هي أول شغلة القيمة الثانية اللي حيحصل على العميل اللي هي Customer Service هل يترى أنا بدي أعد العميل بـ 30 يوم أو بدي أعده بـ 14 يوم 30 يوم صار في قيمة أعلى أوكي شغلة الثالثة هل يترى لما حيدخل العميل حيشوف متجر رائع وراقي وبراند يعني هو داخل على براند هون كمان أنت ضفت قيمة الشغلة الخامسة هعطي لك بس شغلات بسيطة مهمة ولكن في كتير شغلات مهمة بس هعطيك الأهم هل يترى أنا الشاحن تبعي حيكون فيه tracking number وهل يترى لما الشخص يتواصل معي أنا عندي 24 على 7 Customer Service أكيد موجود ارتفعت القيمة عرفت؟ هذا اللي بديوصل لك كل ما أنت عطيت قيمة أكتر كل ما أنت وصلت أسرع أنت شرت أسرع بأي بزنس مو بس أنا عميحكي لك بهذه الشغلة أميحكي لك بأي بزنس بالعالم بأي بزنس لما أنت تعطي قيمة أكبر بكتير من الشيء اللي أنت عم تقدمه صدقني المردود رح يكون أضعاف أضعاف مضعفة يعني أنا هون بصراحة بهذا البودكاست أعطيتك الزبدة من الآخر خدقاعدة أي شيء أنت بدك تبيعه أو أي شيء أنت بدك تعمله سواء خدمة أو منتج أو أي شيء حتى لو أنت كنت موظف في مكان حتى لو أنت كنت موظف في مكان خلينا أخذ مثال على الموظف إذا أنت كنت موظف في مكان أنت مفكر حالك بس جاي تشتغل ويخلص الدوام وتروح فأنت خاطئ مية بمية غلط أنت شيء نتعب تعمله غلط لماذا؟ لأنه أنا بأي شيء بدي أعمله سواء كنت موظف أو لا طبعا ما بنصح تكون موظف أكيد ولكن إن شاء الله إذا كنت موظف أنا كنت تنتقل للحرية المالية إن شاء الله بأقرب وقت ولكن حتى وإنت موظف بدي أكيد تتعطي أحسن شيء تكون أحسن شيء بالمكان أنت مديره المكان أنت موظفي ما تفكر أنه هذا وقت نفس الشيء بمتجرك بكرة ما تتعطي تستنى أوكي صرفنا 20 دولار ولسه ما أجيت مبيعة هل تجي مبيعة هذا المنتج فاشل أسكر المتجر ألو محمد أسكر أطلع أنزل أحزف المتجر أحزف المنتج حط منتج لا بديك أول شيء تكون أنت بحالة توازن أوكي استقر ما تكون مستقر الشغلة الثانية لما أنت حكيت أن هي الشغلات كلها لما أنت تعطي قيمة أكبر بكتير من الشيء اللي أنت عم تقدمه وأنت عم تعطي شيء ناجح واختبرته أنت والشيء اللي إحنا حكينا كيف تتلاقي منتج ولقيت أنه هذا المنتج عليه طلب وهذا المنتج عليه تفاعل وهذا المنتج المنافسين تبعي عم يبيعوا وعم يعنوا نتاج فأنا دائما أبطلع قيمة أكبر بكتير من المنافسين تبعي أوكي هذا الشيء كتير مهم بالبزنس بحياتك العاملة بأي شيء بأي شيء أنت حابب تعمله أي شغلة بدك أنت تعمله سواء كانت خدمة أو كانت منتج بدك تعطي قيمة تأكد أنك قبل ما تاخد سعر القيمة هاي اللي أنت حتاخدها أنك أنت عاطي عشر أضعاف القيمة يعني أوكي هو دفع عشرين ولكن لازم نحس إنه هو هاي الشغلة تسو مية تمام هاي بالبدايات طبعا بكرة لما يصي لك اسم البراند اسم البراند تبعك هو يعني مثلا أبدا ولكن أي شخص إذا يشوف مية متر بيعفن هاي للأبل أوكي الاسم اللون كل شيء الستايل كل شيء يحكي عملك أنا أبل أبل ليش أبل غيرها بتأخذها مثلا بعشرين دولار ولكن أبل بيعك 300 دولار عرف شو الفكرة أنت بعدين بعد فترة الاسم الاسم هو القيمة تمام طبعا أنت أكيد منتجتك هتكون هاي كواليتي وهتقدم أفضل خدمات ولكن نحن حكيك بالبداية أنا لسه ما حدا بيعرفني أنا لسه جديد سه ما حدا سامع عني هل يترى أنا بدي جيب منتج بدولار وبيعه بعشرة دولار لا تفكر بهذه الطريقة فكر تفكير ريادة الأعمال مثل ما حكينا ببداية البودكاست أنت بدك توصل للأشخاص لهدول وصله ما في شخص وصل هو وصل بالصدفة أو هو ما أعطى قيمة مستحي طبعا بحكي بس على الأشخاص الواصلي ما أعكيك على الأشخاص اللي يحكو لك بمجال معين تمام فإذا أنت حابب توصل مكان معين لازم تعطي قيمة وقت وجهد وتعب لا تستسلم أبدا تمام بكل الأحوال حط ببالك أنك أنت عم تاخد أحسن بزنز موجود حاليا المبتدئين وهلأ أنت بأقوى فرصة حاليا الذروة أنا بالنسبة لألي حاليا الدروب شيفينج والشو بي فاي دروب شيفينج هو بوقت الذروة ليش بوقت الذروة محمد بصراحة بعد ما طلع التيك توك يعني قلبة الموازي 180 درجة التيك توك صار يخليك يعني أنت صرت هلأ متاح أنك أنت تعمل كونت تلاقي منتج أوكي تعمل كونتنت وإذا تعمل متجر وإذا أحد هاي المنتجات عندك أو الفيديو ضرب جاب مليو مجاد أنت بعت مبيعات صار عندك مبيعات صار عندك كوستمر وإنت ما دفعت ولا ليرا إعلان وصلت الفكرة فهذا اللي يوصل لك ماشيين بالثورة التيك توك الناس اللي عم تعمل كونتنت مجاني على التيك توك عم تشتري منتج أوكي الناس لا معرأس مال أوكي عم يجي الشخص يطلب المنتج من أمازون يقعد يجي التليفون يصور المنتج كل يوم نفس الفيديو نفس القريبة على الفيديو شوي 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 بيجي تيك توك بياخد واحد من هالفيديو ويطلعوا لمية ألف شخص مية ألف شخص تفاعل ويطلعوا لمليون عرفت شو الفكرة هيك تيك توك شغال غير اليوتيوب لحتى لازم أنت تقرأ العنوان وتشوف في الصورة المصغرة لحتى تضغط أو لا تيك توك لازم تشوف الفيديو فالتيك توك حاليا هو أقوى منصة أعلانية حاليا أقوى من أي منصة بالعكس حتى حاليا في شي جديد طالع اللي هو التيك توك اشخاص التيك توك أنت تعمل معهم الديلز نحكي بمستقبل كمان بهيك شغلات فهذا البودكاست تحكي لي شكرا إيك فيه نحن نكمل نعمل حلقات جديدة بإذن الله رمضان كريم شوفكم قريمة جدا سلام عليكم